أنا بتخيل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كتير من الناس قالت أنه في أكتوبر هما كانوا وكأنهم حاضر معهم حضرة النبي وبيكبر معهم زي ما كتير من علماء قالوا كده أنهما شافوا كده شافوا كده علماء قالوا أنهما شافوا هذا التكبير يبقى لازم نفهم أن الحرب في الإسلام واللي منها حرب أكتوبر على فكرة الحروب في هذا الدين هي ليست حروب تعدي وكان لنا الشرف أن حرب حربنا في أكتوبر كانت محافظة على قيم الإسلام حربنا في أكتوبر ما كانتش حرب تعدي وكأننا بتقدمنا النموذج الصحيح في الحروب كانت حرب حرب إيه؟ استرداد للأرض حرب إيه؟ حرب حفاظ حرب فقط لكي نستطيع أن الرد التعدي إحنا متعدناش على حد بس إحنا استردنا استردنا إيه بقى؟ استردنا الحياة ولذلك عندنا في الشريعة أنا بحب أقول أن إحنا عندنا خمس مجالات للحياة خمس مجالات للحياة عندنا مجال النفس ومجال العقل ومجال الدين ومجال العرض والكرامة ومجال المال أو حرب أكتوبر دي بقى حفظت على الحياة عند أهر مصر يعني إيه حفظت على الحياة عند أهر مصر؟ هنشوف المقاصد الخامسة دولة اسمهم المقاصد الخامسة حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ العرض والكرامة وحفظ المال والملك حرب أكتوبر حفظت على ده تخيل كده لو إحنا كده لو في عدو العدو ده دخل زي ما كده لو إن الناس في بدر دخلوا وعملوا إيه؟ دخلوا مدينة منورة هيقتلوا في المسلمين وتخيلوا لو إن حرب أكتوبر ما كانتش موجودة إيه اللي كان هيحصل؟ ده إحنا يا راجل حسبنا الله نعمل وكيف ده إحنا يا راجل منتصرين وهم مصرين على إنهم يتعدوا على دماغنا ولولا إن سينة أرض مقدسة ويفضل فيها نصر الله سبحانه وتعالى ونفضل فيها ننتصر فننتصر فنحافظ على النفوس حتى ولا بدما إيش وهدأنا في سينة وهي بتقوم حتى الإرهاب وتفضل سينة هي أرض النصر ويفضل سينة هي حصن أهل مصر لأنها بلأ لأنها أرض التجل يا سيدة المسألة سهلة أكتوبر حافظ على دماء المصريين ولذلك رضي الله عنهم شهداءنا اللي حافظوا بدماءهم دماء الوطن ولذلك دايما نفتكر إن الشهداء ليسوا أمواتاً بل أحياء بل أحياء عند ربهم مرزقون ليه ليه لأن في الحقيقة تعالوا نسمع بهواد كده لأن في الحقيقة الشهيد ليه هو حي عند الله لأن بشهادته كان سبباً في إحياء كل من عاش فالحمد لله ورضي الله عن شهدائنا رضي الله عن شهدائنا أن جعلهم الله سبباً في حياتنا فكان أكتوبر بشهادة الشهداء وبهذا النص حافظ على نفوس المصريين أما حافظ العقل بقى فما أقول لك ش بقى يا سيدي حرب أكتوبر كانت قادرة على أن تعيد المفاهيم إلى النصبه من أول ما إن التخطيط وإدارة الأزمة توصل الإنسان إلى الفرجة إلى الفرج وإلى النص وإن الوعي اللي بث في نفوس المصريين وصلنا إلى إن احنا نتخلص من كل اتفاقات الخبيثة وكأن رسول الله سيصلى برضو تخلص من كل اتفاقات الخبيثة اللي حصلت من بين أهل مكة وغيرهم لما أرادوا إنهم يهجموا على المدينة ويقضوا عليها فالمصريين عملوا وعي وجعلوا الناس يؤمنوا يؤمنوا إيمانا يفكرون به يفكرون بفلسفة النصر ويفكرون بكل هذا فكان هناك الوعي فوقفنا قدام كل الخطط وكل التشوهات اللي كانت بتشوه عقول المصريين انتوا خلاص انتهيتوا انتوا خلاص ما بقولكمش وجود والمصريين يقولوا لا احنا قدرين قدرين نصنع بتخطيط وبمدد الله سبحانه وتعالى لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير ونزاك كان الضرب الجوية رزق من الله سبحانه وتعالى ان تعمل ده رزقكم كما يرزق الطير فرزقنا كما يرزق الطير عقل عقل خطط وعاش بمدد الله سبحانه وتعالى شكرا